كما أضاف شكر خلال الاستضافة ذاتها أنه إذا قرر المقاطعون عدم الحضور لجلسة الأربعاء فأنهم سيبعدون عن المشاركة في اللجانة التي ستقر في الجلسة المقبلة السيد الصدر يراهن على شركاء نحن حتى لا نحكي بالأسماء ولكن نحكي على المشروع المشروع هو بقيادة السيد الصدر والسيد مسعود برزاني والسيد محمد الحلبوسي هذا المشروع اليوم يعني بينت كل ملامحة وبينت اليوم قوته هي أيضا رسالة ثانية من اللي حصل في الجلسة اليوم أنه ميتين واثنين نائب يملك هذا التحالف الميتين واثنين نائب هي قادرة على أن تطرح حكومة قوية برئيس وزراء قوي مسند من كتلة برلمانية عكس الوزراء السابقين الذين كانوا مهددين من قبل نواب البرلمان بسحب الثقة فبالتالي ما كان يقدر أي رئيس وزراء أن يتخذ أي قرار لأنه ممكن أكو كتلة تأتلف مع كتلة ثانية وتسحب عنها الثقة اليوم رح يجينا رئيس وزراء كامل ومحمي ولديه قاعدة برلمانية ممكن أن تحميه من الابتزاز السياسي اللي كان يتعرض له كل رأساء الوزراء اللي مرضت وهذه نقطة مهمة فلذلك اليوم هذا المشروع هو قوي جدا بشخوصة قوي كل قيادات هذا المشروع هي مترابطة ما بينها كل قيادات هذا المشروع هي تستقوي ببعضها تستقوي ببعضها على من يريد أن يملي الإرادات الخارجية على الإرادة العراقية بالتالي اليوم أنا أقول اللي صار اليوم هو نصف نصر سيتحقق النصف الآخر في الجلسة المقبلة إذا قرر المقاطعون أن يقاطعوا في جلسة يوم الأربعة سيفلسوا من جميع أنواع اللجان التي ستقر في الجلسة القادمة